مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تراجع لدرجة الحرارة بإن إلى خلال يوم الغد وهذا على كل المناطق الشمالية بالنسبة لحالة السماء ستبقى على العموم أجواء مغشات جزئيا وشبع رعدية وهذا على كل سواحل حتى بالنسبة للمناطق الداخلية هنا تكون مرفوقة بأمطار رعدية محلية خلال الظاهرة للإشارة قد تنتقل هذه الرعود خلال الليل نحو السواحل محلية أجواء شبع رعدية ستميز الجنوب الغربي شمالي الصحراء والصحراء الوسطى مشمسة على العموم بالجنوب الشرقي تبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية المحلية والموسمية نحو أقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي كما ستنشط أيضا بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الغربي الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة تفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية لتقرب 27 درجة كعلى مقياس بغليزان عن نابع والطرف أما جنوبا 28 درجة كأدنى مقياس بـ 8 رأس تصل إلى 27 درجة بـ EDZ 29 درجة بتندوف وتتروح ما بين 30 إلى غاية 32 درجة نحو السحراء الوسطى إلى غاية أقصى أو بالنسبة لمنطقة الواحد بينما 33 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد كما سابق الدكر ستعرف تراجع محسوس على كل سواحل لتقرب 32 درجة فقط بالعاصمة في حدود 35 درجة بوهران وعنبا 37 درجة بغليزان والجلفة بينما تبقى مرتفعة بقسنطينات زيوزو لتقرب 40 درجة جنوبا 36 درجة بـ 8 رأس 38 درجة بجانات أجواء حرارة تبقى تميز شمال السحراء إلى غاية أقصى الجنوب لتقرب الحرارة 46 درجة بشمال السحراء وهذا تحت الدليل لغاية إنسالح 47 درجة كعلى مقياس بأدرار وتميمون وتتروحم بـ 43 إلى 45 درجة من إنجزام نحو تيندوف فيما يخص الملاحة وسيدة البحرية البحر سيكون قليل الاتراب إلى مطرب نحو سواحل الغربية الرياح تبقى ضعيفة بسواحل الوسطى متغيرة الإنتجاهات معتدلة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية غربية تشتد خلال الظاهرة نحو سواحل الشرقية لتقرب 50 كم في الساعة وتتنى من شرقية إلى جنوبية الشرقية وقت شرق الشمس بحت الغد على مسوى العاصمة سيكون في حدود ساعة 6 صباحا و 6 دقائق قوى الغروب على الساعة 7 عام سنوة 37 دقيقة دائما تبقى عنوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة شكرا على المتابعة وفي أمان الله